السلام عليكم طلابنا امي ارحب بكم بالمختبر الرابع من مختبرات الصيدلة الفيزاوية رمضان مبارك عليكم وعلى اوادكم ان شاء الله ييد عليكم بالصحة والعافية وتقبل الله الصعد مختبرنا الآن بعنوان وياكم محدثتكم مدرس هبا صباح بالاشتراك مع زميلتي مدرس دينة داود سافيس تنش看 سافيس تنش رغبا سافيس تنش 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 سوف نرى انه يأخذ شكل قاعر. شنو سبب هذا التقاعر؟ سبب هذا التقاعر بسبب ظاهرة لانه يكون قوة تأثر على الموجودة بالسطح هذه القوة يكون اتجاهها نحو الأسفل تسحب سطح الـ نحو الأسفل. لهذا يكون الماضح مع الـ قليلا. هذه هي ظاهرة surface tension. it is due to the phenomena of surface tension that the drops of water tend to assume spherical shape. اتنى minimum surface area. ايضا القطرات اللماء دائما يكون شكلها كروي بسبب ظاهرة surface tension. لان ستحاول تأخذ شكل بأقل surface area. بالنسبة لقطرات الماء حيكون جذب القوة باتجاه المركز. يعني لهذا حيكون الشكل ما لا تكون بشكل سفرقة. حيكون جذب القوة باتجاه المركز. بعض الحشرات ممكن انو نشوفها تمشي على سطح الماء بسبب ظاهرة surface tension. ايضا من انخلي نيدل على سطح الماء رح نشوفها رح تطفو اذا كان السطح ساكن هذا بسبب ظهرت السافة تنشن لكن أي أغطيشن يخير بسافة ممكن رأسا تخطوص النيدل Also surface tension and droplets Surface tension is responsible for the shape of liquid droplets Although easily deformed droplets of water tend to be pulled into spherical shape by the cohesive forces of the surface layer أيضا مثل ما ذكرنا بالسلايد السابق قطرات الماء دائما يكون شكلها كروي شنو السبب؟ سبب ظهرت surface tension لأن حيكون أكو تأثير قوة على السطح معلقة القطرة الوحدة هذا تأثير قوة يكون يسببها باتجاه المركب بهذا راح تاخد spherical shape لأنه هو minimum surface area Surface is used when referring to either a gas solid or a gas liquid interface يعني من عندي two phases واحد بهم gas and the other solid or one of them gas and the other liquid المصطلح نقول عليه surface The tension in the surface is the force per unit length that must be applied to the surface so as to counterbalance the net inward pulse It has the unit of dying per centimeter As shown in figure 1 وبعد المصطلح نشوف في حال مثلا إذا أخذنا بيكر لنفرض هذا بيكر وخلينا بي water استخدام الشيء يقصد بي هو الحد الفاصل اللي تطير ما بين الواتر وما بين الair هذا هو surface إذن عدنا two phases هنا One of them is gas اللي هو الair and the other is liquid اللي هو الواتر فإذن الحد الفاصل اللي بينهم حيكون أو نطلق عليه اسم surface The particles of the water or the molecules of water حتكون أكون أكون موجودة بالسيرفز and the other molecules in the bulk القوة اللي تأثر على الملكولز in the bulk حتكون جميع الاتجاهات The other net effect of these forces will be zero While the forces that affect the molecules in the surface will put these molecules towards the bulk حيث ان اتجاه القوة نحو الأسفل بالنسبة للملكولز الموجودة بالسيرفز هذا هو اللي يتبقى ضغرة السيرفز تنشن إذن ضغرة السيرفز تنشن حتكون فقط على الملكولز الموجودة بالسيرفز Interphase is the boundary between two or more phases exist together The properties of the molecules forming the interphase are different from those in the bulk that these molecules are forming an interfacial phase Several types of interphase can exist depending on whether the two adjacent phases are in solid, liquid or gaseous state Important of interfacial phenomena in pharmacy 1. Absorption of drugs onto solid adjunct in dosage forms 2. Penetration of molecules through biological membrane 3. Emulsion formation and stability 4. Dispersion of insoluble particles in liquid media to form suspension إذن دراستنا لظاهرة الانترفيشيال تنشن 6. O. All-carbon expansion or surface tension جدا مهمة 1. لأن لديها ويطرقات 6. catchesille ri-application بالنسبة لإنك في عدلة تلك الملاحظة إهننا إنه البرو براو برعتي مهات دائما خصائص الجزيئات اللي تكون موجودة على الفطح او على الحد الفاصل ما بين اذا كان عندي هتكون البروبرتيز مالتها تختلف عن البروبرتيز الموجودة بالبالك وهذه سنناقضها بالتفصيل حتى نعرف شن الاختلاف اللي دي يصير ما بين القوى المؤثرة على هذه الجزيئات بحيث يسبب لي ظاهرة او الانتفشيال تنشن اكونا معين من القوى كلش مهمة انه نفهمها ونركز عليها حتى ندرس بالتفصيل شنو تأثيرها على ظاهرة الظاهرة تنشن ثم كهيسي فاصل او 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 ان بالنسبة للأدهيسف فورس حتكون بين الانلايك موليكولز ها كلش مهمة نفهم الكوهيسف فورس تكون ما بين الموليكولز او دهيسف فورس حتكون بين الانلايك موليكولز حندرس بالتغطية تأثير الكوهيسف فورس والأدهيسف فورس على ظاهرة السيرسي ستنشن السيرسي ستنشن الكوهيسف فورس اموند الانلايك موليكولز او دهيسف فورس او دهيسف فورس او دهيسف فورس يثف وتأثيرها في السيرسي ستنشن سنشوف هنا منطين جزائع اي و بالجزائع بي موليكول بيكوهي same as a ومثلاج كوركوهي الموليكوهي وادهي بية موليكوهي هنا اذا أخبرت جزائع بيكوهي الزياءات من جميع التجاهات which attracts it equally in all directions leading to a zero net force إذا بإنه تكون محرر بالزياءات من جميع التجاهات والتأثير القوة عاي تكون zero طبعا إهنا لو قوة حتكون محرر بها الزياءات كيف أنه هي الزياءات إذن cohesive forces attract these molecules الكوهيسي forces لأنها between the molecules of the same substance إذن النات رضل هايكون الهاده القوة هايكون zero بينما نسبلي جزياءة A molecule A in the surface experience a net attractive forces pointing toward the liquid interior because there are no molecules of the liquid above the surface بالنسبة للزياءة A التي تكون موجودة بالsterface هتكون محرر بجزياءات واتر من الجانب ومن الأسفل فقط هنا لأنه هنا أكون cohesive forces attract these molecules together جزياءة A من الأعلى لا يوجد جزياءات water هنا سيكون جزياءة القوة فهنا هنا حيث الفرق من القوة ال cohesive forces attract molecule A or the bulk هتجد الجزياءة A باتجاه البلغ of the liquid لهذا نسبة السيارة حتى يتقوم هذه القوة رح ياخذ الشكل المقعر إذن الcohesive forces هي المسؤولة عن تكون ظاهرة surface tension interfacial tension is the force per unit length existing at the interface between two immiscible liquid phases and has the unit of nine per centimeter مهمة ال two immiscible liquid إذن surface tension هات المستلح نطلق عليه ممكن لدينا two phases one of them gas and the other solid or one of them gas and the other liquid while if we have two immiscible liquids the term will be interfacial tension ordinary it is less than surface tension because the adhesive forces between liquid phases forming and interface are greater than when a liquid and a gold space exist together نقطة كلش مهمة انه الفرق ما بين l-interficial tension وال-surface tension l-interficial tension قيمته less than surface tension شنو السبب احنا القانون رح نعتمد عليه بحساب l-interficial tension أو surface tension وبشكل عام هو l-cohistive forces minus additive forces يعني l-cohistive forces هي مسؤولة عن تكوين ظهرة surface tension أو l-interficial tension ماذا بالadhesive forces هيكون اتجاه هذه القوة معاكس في حال اذا كان عدنا gas and solid أو gas and liquid ال-adhesive forces between l-two cases حتكون اقل من ال-adhesive forces اذا كان عدنا two immiscible liquids يعني قيمة ال-adhesive forces في حال اذا كان عدنا two immiscible liquids حتكون عالية اذا بالنتيجة قيمة ال-interficial tension حتكون اقل يعني هي ال-cohesive minus ال-adhesive فكلما كانت قيمة ال-cohesive forces العالية كلما كانت قيمة ال-interficial tension حتكون اعلى بينما كلما كانت قيمة ال-adhesive forces عالية حتسبب قلة قيمة ال-terficial tension فالشكل عام ال-interficial tension قيمة اقل ام surface tension اذا ال-adhesive forces between liquid phases forming the interface will greater than the adhesive forces between gas and liquid or gas and solid it follows that if two liquids are completely immiscible no interficial tension in between them مثل ما اخذنا بالمختبرات السابقة example water and alcohol completely missable with each other شنو السبب السبب no interficial tension between them اذا A2 missable liquids معناتي شنو no interficial tension between them قيمة zero l-interficial tension between these two liquids factors affecting surface tension number one temperature as we increase the temperature the kinetic energy of the particles will be increased and the cohesive forces will be breakdown between the molecules therefore the surface tension will be reduced اذا كلما زيادنا الدرجة الحرارة كلما قيمة surface tension لانه زيادة درجة الحرارة حتى ببتكسر بالاواصر اللي ما بين الجزيئات اللي هي الcohesive forces وحنا قلنا الcohesive forces هي اله has important rule in the surface tension agent addition of surfactant to water decrease the surface tension because surfactants in water arrange themselves as interface in such a way to remove the hydrophobic tear away from aqueous phase as a result some of water molecules at the interface replaced by non-polar part of surfactant and since attractive force between surfactant molecules cohesive forces and between surface active agent and water adhesive forces less than cohesive forces between molecules and water molecules alone decrease the cohesive forces lead to decrease the net effect cohesive minus adhesive lead to decrease the surface tension في حال إذا ضخنا surface active agent حيسبب قلة بال surface tension فحيقال لنا surface tension by which mechanism by orienting themselves at the interface إحنا كنا مثل ما ذكرنا بالمختبر السابق إنه surface active agent يتكون من hydrophilic head and hydrophobic tear they will arrange themselves at interface in such a way to remove hydrophobic tear away from aquiet phase يعني hydrophobic tear إذا كان عدنا water and air فالhydrophobic tear حيكون باتجاه air بينما hydrophilic head حيكون باتجاه الأquiet phase فبالنتيجة some of water molecules will be replaced by the surface active agent there are several methods to measure surface tension number one drop weight method the surface tension of the liquid is related to the weight of a drop of that liquid which falls freely from the end of the tube by the expression y it is the surface tension equal to m the mass of one drop multiplied by g 980 c f corresponding factor this is the radius this is the law which is the state extension to drop weight method you will feel the mass of one drop and you will have ويحسبون طبعا الراديات حسب الـ tube اللي يستخدمون شوفون الشكل الراديات of this tube ويحسبون خلاها القيمة مع الـ stabilization Number 2 modification of drop weight method drop number method it may be performed by counting the numbers of drop and by certain volume 0.5 small under conditions similar to that we described previously a comparison with liquid of none surface tension must be similarly treated by using the same tube under the same conditions هذه الطريقة هي modification للdrop weight method يعتمد على drop number method يعني رح ناخذ 0.5 small نسحب 0.5 small من الـ solution اللي يريد نحسب له احناك surface tension وبعدين هاي الـ 0.5 small رح نبدي انقطرها ونحسب عدد القطرات اشجاد ثم نطبقها بهذا القانون هذا القانون هذا القانون كلش مهم رح نعتمد عليه بحساب surface tension طبعا هنا ادنا احنا نسألوشين الـ unknown solution اللي ريت نحسب له surface tension لازم نقارنه ويهى known solution اللي رح نحتمد عليه هنا الـ water الـ water معلوم surface tension الـ water 72.8 طبعا 25 centigrate ودensity of water equal to 1 فرح ناخد الـ 0.5 small من الـ water و 0.5 small من الـ solution اللي احنا محضرين حتى نحسب عدد القطرات القانون حيث يكون surface tension 1 يعني الـ water over surface tension 2 للتوين equal to M1 over M2 محضرين M2 ويقصر بيها هنا M2 ويقصر بيها ويقصر بيها الدنسيتي في الفولية الدنسيتي في الفولية هنعوض عليها بدل M surface tension 1 اللي هو كوش الدنسيتي في الفولية الـ 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 يجب أن نطبك الـ volume of 1 drop volume of 1 drop للقطرة الوحدة بما أنه احنا نحن 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 من 0.5 small والـ 0.5 small كلها قطرناه فإذا نقسم 0.5 اللي هو الحجم الكل على عدد القطرات اللي حنحفظها حيضلع لنا حجم القطرة الواحدة فإذا نحن 0.5 small over N1 surface tension نحن 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 للسلوشن اللي احنا نريد نحن نحن D2 اللي هي الدنسيتي إلى جهة قيمة الدنسيتي لهذا السلوشن في أيضا مقسم 0.5 اللي هو الحجم اللي استحبنا على N2 اللي هي عدد القطرات هنا نقدر نقصر بالرد المعادلة المعادلة اللي ستكون surface tension 1 our surface tension 2 equal to the D1 اللي هي الدنسيتي حتكون من الواتر مرتبلاي by N2 اللي هي number of drops للسلوشن للنالسلوشن هنا هنا أبر D2 هيكون density of the solution اللي هو حيطينا القيمة ماتة في أنوان number of drops of water راح راح نسوي تطبيق على هذه المعادلة حتى نفهم أكثر شون نقدر نحسب surface tension طريقة سارة لحساب surface tension وحسبون القوة اللي احتلتها حتى يفصلون هذه الرنج عن سطح الزائر اعتبروا هذه القوة هي مكافئة لقيمة surface tension أو interstitial tension now capillary raise method in this method when inverse tube capillary tube in a liquid the tube will be raising up to a certain distance by a liquid it depends on surface tension of liquid increasing surface tension leading to increase the height of the liquid and on the cross section area of the tube increasing area needs to decrease height هذه الطريقة تعتمد على استخدام capillary tube capillary tube طبعا الطرف المفتوح من capillary tube in the liquid هنخلي بالliquid ورح يشوفون رأسا السائل رح نشوفه بداخل capillary tube تولدي raising up to a certain distance هنشوف الى ارتفاع معين هيكون هذا السائل موجود بداخل capillary tube رح يكيسون طبعا height of this liquid الفاكترات اللي هتأثري على قراءة surface tension بهذه الطريقة بالبداية اول فاكتر رح نعتمد على surface tension of the liquid نفسه يعني كل مكان surface tension of the liquid height distance او height اللي هيصير بداخل capillary tube سيكون اعلى كل مكان surface tension اقل طبعا height سيكون اقل ورح يتمد الفاكتر الثاني على cross section area of the liquid cross section area هنشوف اذا يعني cross section area كل مكان height of the liquid اقل وبالعكس من cross section area height height of the liquid حيثون اعلى اذا هذاني ال2 factors اللي حتاثر لي على قراعات surface tension باستخدام capillary raise method experimental work the aim of the experiment is to determine the surface tension of liquid in addition to the critical muscle concentration of surface such as tween الهدف من التجربة نحدث اول شي نحشر surface tension of the liquid وبعد من خلال الرسم رح اقدر احسر critical muscle concentration المaterials and equipment distal water solution 2% between 60 graduated spices beaker conical and volumetric and رح نتمت على طريقة المodified grove weight method اللي هي grove number method to measure surface tension of the concentration of between 0.01% 0.03% 0.05% 0.075% 0.1% and 0.2% E t حين رح نحكم الحجب ونحضر تراكيز مختلفة وفي إن وبعد ما نحب ترافيز مختلفة ميليتي رح نتبع طريقة ال drop number method يعني رح ناخذ 0.5 small من cool solution ناخذ 0.5 small ونقطره بالبيكر وطبعا نعيد نفس التجربة مع الواتر ايضا ناخذ 0.5 small من الواتر ونقطره بالبيكر وبعدين نطبق هذا القانون رح نكتر نحسب ال surface tension ال cool solution قدي ال cool تركيز نحسب ال surface tension رح نرسم ال surface tension رح نرسم ال surface tension مع ترافيز ال tween رح نرسم نحجز ال critical muscle concentration بالنسبة للقطار الواتر أو 0.5 small of water ال number of drops is 214 وستير تسنشن ال water ال 12.2 والدنسيتي الواتر 1 هاي مطلوبة حفظ استير تسنشن والدنسيتي الواتر في نحرال هذا الجبل احنا نعطينا ال density لكل concentration لان حنشوفها الآن رح نحتاجها لطبق القانون رح نحتاج ال density of each concentration حتى اكتر اطبق القانون واحسب ال surface tension now how to prepare our solution for the experiment for example to prepare 50 mull of 0.01 percent between 60 from 2 percent stop solution هذا القانون انتو اشتغلتوه في المختبر السابق فتعرفون شنو التطبيقه C1 هو هيكون Stop Solution اللي هو 2% D1 هو هيكون مجهور equal to C2 الconcentration اللي انا اريد احضره في D2 اللي هو 50 مر من خلال تطبيق القانون رح نقلق قيمة D1 D1 ها هي الحجم اللي اصحبه من Dock Solution اخليه في Volumetric Plus واكمل الحجماتي باستغتام قانون التقديق طهر محضرنا Solution بعد التحضيرات باستغتام قانون التقديق رح ناخذ 0.5 مر of the prepared solution by using one known particles and drop the liquid in the beaker and count the number of drops رح ناخذ فقط 0.5 مر و رح نقطره بالبكر و رح نحسب عدد القطرات now use the equation to find the surface tension calculate the surface tension of 0.01% between 60 the number of drops of the solution equal to 18 مثلا اذا قلع عدد القطرات بالنسبة للبكر في الاول 0.01% عدد القطرات اذا كان يساوي 18 ما رح نطبق هذا القانون حتى نحسب surface tension بهذا solution القانون قلنا surface tension one over surface tension two equal to m1 over m2 اذا قلنا الخطوة التي كانت هو اشتكال القانون القانون النهائي بعد تركيب المعادلة حيكون surface tension one اللي هو الواتر على surface tension two اللي هو solution اللي اريد احضره يساوي d1 density of 1 في n2 اللي هو number of drops solution على اثنان d2 number of drops water هذا انطبق الارقام اللي عددنا surface tension of water 2 0.8 على surface tension of the solution هو المتحول يستعى density of water واحد في n2 يعني number of drops بالنسبة ل unknown solution بالحساب مالتنا بالعمال فارضان طلعت طلعت 18 قطع سنضرب 18 على d2 density of 0.01 سنرجع للجدول اللي شفنا لان منطينا كل concentration لان منطينا الجدول حتى نستخدم density ونطبقها للقانون c 16 يعني number of water drops بالنسبة ل 0.5 منطينا عدد القطرات الهي هي 16 كيف يتاوي السابس tension حسابنا هنا 35.35 كم سنرجع سنرجع السابس 0.01 بين 60 اوكي اذا نفتق بك هذا القانون احنا مجرد بالعمل مالتنا نحن فقط عدد القطرات بس هذا الرقم عدد القطرات نحسبه نقدر نطبق بالقانون يعني باقي الارقام هتكون معروفة بالنسبة لنا first expansion of water معروف density of water أيضا معلومة عدد قطرات الواتر معلومة 16 و density of solution اللي احنا خذرناه أيضا نقدر ناخذ من الجدول فقط هيكون عدد عدد القطرات solution اللي احنا خذرناه هي المجهولة أو هي اللي رح يعني نحسبها من خلال العمل فبالتالي نقدر نحسب the suspension of the solution من خلال تطبيق القانون بما هو أيضا رح نحسب critical mindset concentration نحن نقلع the suspension with the concentration of the twin إذا قيمة the suspension لكل تركيز احنا استخرجناها من خلال تطبيق القانون رح ننكرر تطبيق القانون لكل تراكيز سنرى من خلال الرسم نلاحظ انه معناة التركيز مع زيادة تركيز الاتوين كلما زيادنا تركيز الاتوين كلما قل الاتوين الى حد ما نصر النقطة لاحظ انه زيادة تركيز الاتوين لا تأثر لي على قيمة الاتوين اذا بداية هذه النقطة او بداية هذا اللين اللي يكون بعدين نشوفه يكون خط ثابت ما رح يتأثر زيادة تركيز الاتوين ما رح يتأثر على قيمة الاتوين سنسقط من عنده سنسقط من عنده على على التركيز حتى نعرف هذا يا تركيز بهم على الاتوين هنا حتى نعرف يا تركيز بهم بتكون عندي الكريبتكال مايس الكنسطراتيشن يعني من عنده اجربت تركيز مختلفة واصل الى التركيز معين بعد ما يأثر لي على التركيز رح اثبت هذا التركيز ورح اعتبره هو التركيز اللي تتكون عندي بي الكريتيكال مايس الكنسطراتيشن اللي اعتبره يعني التركيز اللي تتكون عندي بي المايسر مايسر شكرا جزيلا شكرا